شفتوا اللي حصل في رجب طيب أردغان رئيس تركيا منذ ساعات قليلة رجب طيب أردغان كان بيخطط أنه هو يعدل الدستور بتاعه بعد السيطرة على انتخابات المحليات التي تم إجراءها منذ أيام قليلة كان بيخطط هيسيطر على انتخابات المحليات الحزب بتاعه هيفوز باكتساح وبناء عليه يبدأ بقى الترتيب من أجل تعديل الدستور عشان يحكم تركيا لدورة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة إلى ما شاء الله يعني هو من خلال السيطرة على مقاليد الأمور وعلى انتخابات المحليات وفوزوا فيها فوز كاسح في الحالة ديت هيقدر يعمل كل اللي هو عاوزه كانت ديت المخططات بتاعته النتيجة ساعتك فوجئ رجب طيب أردغان والذين معه أن هو اتهزم شر هزيمة لدرجة أن المعارضة التركية سيطرت على المحليات بطريقة غير عادية وفي المقدمة من المدن اللي هما سيطروا عليها اسطنبول وأنقرة اللي هما يعتبروا مدن صناعة القرار في قلب تركيا لطشة ألم على وجه رجب طيب أردغان نتيجة طبيعية للعبث والعبث من مقدرات الأمور داخل الدولة التركية وضحكه وكذبه على الشعب التركي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبداليادي من قناة مصر مجهة أيام قليلة تم إجراء الانتخابات المحلية حيث تم توجيه الدعوة الواحد وستين مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات لاختيار رؤساء البلديات في محافظات البلاد اللي هما واحد وتمانين محافظة فضلا عن انتخاب مجالس المحافظات ومسؤولين محليين آخرين الانتخابات المحلية اللي هي تعتبر صاحبة القرار الرئيسي في قلب الدولة التركية النتيجة إيه ساعدتك؟ حقق حزب المعارضة الرئيسي في تركيا انتصار كبير جدا في الانتخابات المحلية بفوز بمدينتي اسطنبول وأنقرة الرئيسيتين في البلاد أرضي لك رجب طيب أردغان بكده مناء على النتائج دي واجه حزب العدالة والتنمية اللي هو بتاع رجب طيب أردغان في الانتخابات اللي جرت منذ أيام قليلة فأسوأ هزيمة بيتعرض لها في تاريخ حكمه للبلاد منذ عام 2002 حيث حل حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثانية بعد حزب الشعب الجمهوري المعارض بعد فشلوا في استرداد السيطرة على البلديات الكبرى بل وخسر بلديات كان بيحكمها في السابق وحصل حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة على 37.1% من الأصوات في انتخابات رئاسة البلديات ليصبح الحزب اللي حصل على أكبر عدد من الأصوات لأول مرة من 47 سنة بعد انتخابات سنة 1977 رجب طيوب أردوغان كان ميسيطر على البلاد منذ عام 2002 كان بيحقق نتائج غير عادية في الانتخابات البرلمانية الرئاسية في المحليات كان بيخطط المراضي أنه هو يسيطر على الانتخابات المحلية فطبعا يشيل ويحط في قلب الدستور التركي بما يسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة تمثل النتائج دي الضربة قوية للرئيس رجب طيوب أردوغان اللي كان بيتمنى استعادة السيطرة على المدن بعد أقل من سنة من فوزه بولاية رئاسية تالتة وحقق أكرم إمام أغلو اللي فاز برئاسة بلدية اسطنبول أول مرة في عام 2019 فوزا ثانيا لحزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض معروف طبعا كده المعارضة سيطرت على إسطنبول وأنقرة اللي هم المدن الاستراتيجية في قلب تركيا إسطنبول دي تعتبر خمس سكان تركيا البالغ عددهم حوالي 85 مليون نسمة إسطنبول بتسيطر على جزء كبير من اقتصاد تركيا بما في ذلك التجارة والسياحة والتمويل وكده تم السيطرة على المدينة دي من قبل المعارضة بكده إسطنبول ما بقتش يتبع رجب طيب أردوغان وفقد السيطرة عليها للأبد في العاصمة أنقرة احتفظ رئيس البلدية المعارض منصور يافاش بمقعده بفارق كبر جدا على المنافس بتاعه بنسبة بلغ 59% حتى أنه أعلن فوزه بعد فرز أقل من نصف الأصوات وأغلق أنصار جميع الطرق الرئيسية في المدينة ولوحوا بالأعلام وأطلقوا أبواق السيارات بتاعتهم ليه؟ فوز تاريخي يا فندم حزب الشعب الجمهوري واصل طريقه لتحقيق فوز في العديد من المدن الكبرى الأخرى في تركيا بما في ذلك إزمير وبورصة وأضنى ومنتجع أنطاليا ردا على اللفوز الكاسح للمعارضة في انتخابات المحليات رجب طيب أردغان اعترف بالهزيمة وأقر بأن الانتخابات لم تصر كما كان يأمل يعني ما مشيتش في نفس الطريق اللي كان بيتمناه وكان بيخطط له وقال لأنصاره في أنقرة إن الانتخابات ديات لا تمثل نهاية بالنسبة لنا بل نقطة تحول وقال إنه هو هيحترم إرادة الناخبين الآن أيضا طبعا لو كان رجب طيب أردغان فاز في انتخابات المحليات كما كان يخطط كان متوقع زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة إنه هو يعد للدستور عشان يتمكن من الترشح مرة أخرى وبعد هذه الهزيمة الدراماتيكية يبدو الأمر غير مرجح للغاية يعني كده خلاص مش هيقدر أساسا يعدل الدستور لأن عشان يعدل الدستور لابد أنه هو ياخد رأي المحليات وقيادات المحليات رجب طيب أردغان بناء على النتيجة دي التعهد بأنه هو يستثمر السنوات الأربعة اللي بتسبق الانتخابات الرئاسية المقبلة في تجديد نفسه وإصلاح كل الأخطاء بتاعته اللي ارتكبها ليه الشعب التركي أساسا أطاح بحزب العدالة والتنمية من انتخابات المحليات إش معنى؟ الشعب التركي بدأ أساسا يعرف حقيقة رجب طيب أردغان تركيا بتعاني من ارتفاع نسبة التضخم اللي وصلت ل67% فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية من 19 مقابل الدولار إلى 32 في غضون سنة واحدة وسجلت مواجهات في جنوب شرق تركيا زلغالبية الكورجردية وده طبعا أدى لسقوط قتلى وإصابة عشرات الجرحة وبالتالي كليها تأثرها رغم فوزه بانتخابات الرئاسة والبرلمان جاءت الخسارة لانتخابات البلديات بمثابة زلزال لرجب طيب أردغان كده انتخابات المحليات بتؤشر أن خلاص إمبراطورية رجب طيب أردغان انتهت خرب الدولة على الرغم من أنه خرب دول كتيرة جدا في قلب المنطقة فاكرنا حضراتكم أحداث 2011 فاكرنا حضراتكم دور رجب طيب أردغان في تدمير المنطقة فاكرنا حضراتكم الصفقات القذرة اللي أبرمها رجب طيب أردغان مع الدول الغربية ومع قطر بحيث قطر تمول هو يرتب الأوراق وتنظيم جماعة الإخوان ينفذ فاكرنا حضراتكم اللي عمل رجب طيب أردغان لما دخل دولة ليبيا مع الناتو وبرر لدخول الناتو مع تنظيم جماعة الإخوان في قلب دولة ليبيا بزعم القفاظ على الشعب الليبي النتيجة أنه هم قتلوا ودبحوا أكتر من 300 400 ألف ليبي فكرنا حضراتكم اللي عمل رجب طيب أردوغان في قلب الدولة المصرية سنة 2011 لدرجة أنه هو كان بيمهد لنفسه أنه هو يكون سلطان المسلمين وبدأت أبواق جماعة الإخوان تبرر له ذلك وتطرح اسمه كسلطان عصمالي قادم بالخمر والعسل واللبن المصفى فكرنا حضراتكم كل الحاجات دي طبعا الشعب التركي كان مبسوط مما حدث لكن النتيجة رجب طيب أردوغان دمر الوضع أيضا في قلب تركيا النتيجة ارتفاع نسبة التضخم والانهيار الاقتصادي الكبير منشتات زي ما هو واضح قدام حضراتكم في الكثير من الصحف الدولية المختلفة الانتخابات المحلية التركية المعارضة توجه ضربة موجعة لأردوغان بفوزها التاريخي بإسطنبول وأنقرة تركيا المعارضة تحتفل بخسارة حزب أردوغان في الانتخابات المحلية ربيع جديد لماذا خسر حزب العدالة والتنمية انتخابات البلديات؟ أكرم إمام أغلو احتفظ بإسطنبول وهزم أردوغان ويستعد لزعام التركية نقطة التحول أول تصرح لأردوغان بعد خسارة حزبه في الانتخابات المحلية ليه خسر الحزب الحاكم في تركيا لانتخابات المحلية؟ وما رسائل صناديق الإقتراع لانتخابات المحلية التركية؟ كيف تمكنت المعارضة من توجيه صفعة سياسية للعدالة والتنمية وأردوغان؟ كيف؟ طبعا الشعب التركي أرفان من رجب طيب أردوغان على الرغم من أن أردوغان احتل الكثير من دول المنطقة من أجل الشعب التركي لكن شعب تركيا شعب أناني ما يعرفش غير مصطحته فقط النتيجة قرر الإطاحة براجب طيب أردوغان للأبد